اشتركوا في القناة ومواقع الخاصة بشؤون الاجتماعية ويعني الحاجات دي حضراتكم هتلاقوا في كثير من وثائل الإعلام كمان بتنادي بحملة لجمع مليون بطنية لفقراء مصر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية احنا كلنا شايفين كإعلاميين انه الحملة دي جميلة جدا ان احنا نساعد الناس اللي فعلا ممكن تكون بتموت بسبب البرد فأنا وزملائي هنا بنتبنى هذا المشروع وياريت يكون بداية لكل الأطراف المختلفة سياسيا في مصر انها تجتمع على حب مصر وحب شعب مصر اللي محتاج تدفئة في شتاء قارس أكيد وفي ظل انشغالنا في حاجات كتير قوي في ناس يعني كده احنا بنفتكرهم ومش لازم ننساهم ومش لازم يكون عندنا في مصر حد بيموت من البرد زي ما انت بتقول يا أشرف دي حاجة يعني قاسية جدا حضراتكم أكيد جمعيات الأهلية وجمعيات المتبنية هذا الموضوع لو حضراتكم روحتوا لأي جمعية من الجمعيات المشهورة لهذا الموضوع وبنك مصر وكثير من البنوك هتلاقوا الحملات موجودة وحسابات موجودة بهذا الموضوع جمع بطنية مليون بطنية وبما معناها مش فاكر اللوجو بتاعه والسلوجون بتاع الحملة لكن بما معناها انه ما فيش مصري حيبات بردان بعد اليوم دي حاجة حلوة جدا ان احنا نجتمع جميعا على حب مصر هنشوف الفقرات بقال معنا النهاردة زي كل يوم نبدأ معكم بفقرة الصحافة يكون معنا فيها الكاتب الصحفي محمد السعداني نائب رئيس القسم الاقتصادي بالمصري اليوم ونتابع معاه أهم الأخبار في الصحف النهاردة واحد من الاستطلاعات الرأي في جريدة الأهرام الهامة كل سنة بيبقى فيه استطلاع رأي لأهم العلماء اللي ممكن يكونوا سهموا بأبحثهم في خدمة الوطن ويكون على قيد الحياة عندنا واحد من هؤلاء العلماء والحياة بيشرفت البرنامج بيكون موجود الدكتور حسن عزازي وهو أستاذ الكيمياء بالجامعة الأمريكية وهو اختيرة كأفضل شخصية علمية لهذا العام حملات كتير قوي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بتحاول ترجع الفرحة مرة تانية لوجوه المصريين منها حملة ابتسم داب بلاش وحملة تانية اسمها رجع الفرحة النهاردة هيكون معنا منصق حملة ابتسم داب بلاش هيكون معنا أستاذ مصطفى محمد وهنشوف إزاي نقدر نتفائل ونرجع الابتسامة تانية لوجوه المصريين في ذكرى ميلاد الفنان الجميل صلاح جاهين اللي احنا دايما بوسائل الإعلام بتقول أنه هو مرحلش وما ماتش لأنه أعماله دائما موجودة معنا على مر السنين إلى يوم القيامة هنفضل بنتفرج على أفلامه ونفرج على أعماله الفنية والكريكاتير والربعيات اللي كلنا كان مشهور بيها عندنا النهاردة لإحياء ذكرى الفنان صلاح جاهين معنا ضفنا اللي هو صديق عمره واللي مشرفنا النهاردة إن شاء الله الكاتب لويس جريس وحنتكلم عن علاقته بيه بشكل عام وفي نفس الوقت أنا حنتهز الفرصة أن أتكلم معاه لو الفنان صلاح جاهين مازال موجود على قيد الحياة كان حيقول إيه بعد الصورة 25 يناير وإيه الأحداث والأحداث اللي بتحصل حاليا في مصر ده غير فقرة المرور اللي بتققى معنا كل يوم أربع هيكون فيها النهاردة لواء عبد عبد المجيد الخمير المروري وهيتكلم مع لواء أحمد عصم عن أهم مشاكل المرور وعن الأحداث اللي حصلت لكلنا بنسمع عنها في الطرق يعني زي اللي حصل مباحي أشرف فيه حتى حصلت من هبوط الكبري ده نتيجة للحمولة الزايدة اللي كانت على الكبري هنتكلم برضو أكيد عن المشاكل المروري أخواننا لو أنتم نازلين رايحين شغلكم ومرين بالطريق الدائري فيه انهيار أرضي كده عمقه تقريبا متر وده غالبا حياخد وقت في تصليحه ده اللي عرفته في وسائل الإعلام المنتشر هنا موجودة يعني في مصر فأتمنى أنه كنتم ممكن تغيروا مثلا نسير عشان تروحوا شغلكم في معاتكم تعالوا نبتدي يومنا النهاردة ومعلش سامحوني أننا حفظ لطول اليوم أنادي بكل مشاهدي نهارك سعيدة اللي ممكن يكونوا بيتفرجوا معنا وقاعدين بيتفرجوا علينا في أي مكان ما تنسوش أن فيه كثير من الأطفال كثير من الأمهات كثير من الشيوخ في جميع أنحاء الجمهورية ممكن يكون البرد عليهم قاسي جدا وهم عايشين بدون سقف نتمنى أن احنا فعلا نعرف نجتمع كلنا كمصريين على مشروع وأعتقد المشروع ده مش كبير يعني احنا مش هنبني السد العالي ولا هنفتح قناة السويس يعني أكيد ممكن نعمل ده بشكل بسيط وسهل إن شاء الله أن احنا نجمع تبرعات لمليون بطنية بإذن الله سنبدأ يومنا دلوقتي معاكم فقرة الصحافة سنونا بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر